وبأولى مساحاتنا هنروح فيها لمساحتنا الطبية المميزة لليوم اليوم مو بس هنحكي بأمور الطبية بالإضافة لأيضاً للقيمة العلمية هنروح أيضاً لجرعة من الإنسانية وحب الوطن اليوم رح نحكي عن الجراحة المجهرية شو هي حقيقة المخاوف الناجمة عنا؟ أيضاً هنصلت الضوء على الجديد في جراحة الدماغ والعمود الفقري بالإضافة للمبادرات الإنسانية طبعاً ضيفنا لليوم الدكتور خلدون عثمان الاستشاري في جراحة الأصاب والعمود الفقري والجراحة المجهرية من ألمانيا يسعد لي صباحك حكيم يسعد صباحكم أهلا وسهلا شكراً لكم على الصلاة أهلا وسهلا فيك نورتنا بالإستيديو شكراً لحبتك بداية دكتور خلينا نحكي اليوم ونعرف طبياً مفهوم الجراحة العصبية بتشكرك على السؤال لأن حتى من لما كنا بألمانيا كنا نلاحظ أن الناس حتى المتعلمين ما بيعرفوا حقيقةً شو معنى الجراحة العصبية لما بتقول جراحة عظمية كل الناس بتعرف بشو بتوعنا الجراحة العصبية باختصار جراحة الجهاز العصبي المركزي والمحيطي يعني جراحة الدماغ جراحة العمود الفقري وجراحة الأعصاب المحيطية بالأطراف هاي هي بالتعريف جراحة الأعصاب بعدين فيما بعد ممكن الطبيب يختص إما بجراحة الدماغ أو شي ضمن جراحة الدماغ حتى لأن الجراحة العصبية حقيقةً عالم كبير كتير تكاد توازي الطب بحد ذاته نظرياً وعملياً لهيك من المستحيل أن يكون في شخص يتقن جراحة العصاب بالكامل فبتشوف الناس تختص إما بجراحة الدماغ أو بجراحة العمود الفقري أو بجراحة العصاب المحيطية فهي فعلياً الجراحة العصابية اليوم عم نحكي حكيم عن جراحة جداً دقيقة وتحتاج كتير من الحذر والخبرة يعني وأيضاً ممكن اليوم المريض والطبيب هتكون عنده مخاوف أثناء هي الجراحة خلني حكي عن مخاوف بشكل عم بيئة الجراحة العصابية كبيرة كبيرة كتير عند المريض ما في مريض بالعالم إلا اللي بيخاف من جراحة العصاب معه مطلق الحق لأنه مثل ما اتفضلتي هي جراحة دقيقة والناس دوماً عندها خوف من مفهوم الخطأ الطبي احنا ما نسميه خطأ الطبي هو ممكن يصير أحياناً تطورات أثناء العمل الجراحي ما سببه أنه الجراح أخطأ هون أو مثل ما بيقوله ضرب عصب هون أو كذا لا فسيه جراحة العصابية بكل الكتب والأبحاث العلمية والدراسات والأدب الطبي فيه إلى نسبة معينة من خلينا نقول عدم النجاح أو عدم التوفيق هذا ما إلو علاقة لا بالمريض ولا بالجراح ولا بالعملية طبعاً مؤخراً هاي المفاهيم كلا تنقلبت عند الغرب صارت الجراحة العصبية جراحة آمنة جراحة سهلة جراحة مفيدة نحن بسبب العقود القديمة من الجراحة العصبية البدائية إن صح التعبير اللي كانت تنشغل ببلادنا وبالشرق العربي كلهاته أكيد صار في بعض الحوادث ربما غير اللطيفة إن صح التعبير فخلت الناس تأخذ أوتوماتيكياً رد فعل سلبي من هذا الموضوع نحن عم نشتغل لحتى نحاول نغير هذا المفهوم عند الناس نفهم أنه لا تغيرت الجراحة العصبية صار عندنا كتير كتير أدوات بتخلي الجراحة آمنة سريعة سهلة وأنا بتمنى من كل السادة المرضى أنه ما يلجأوا للموروث الاجتماعي القديم ويبال يظل عندهم هذا الخوف يلجأوا للطبيب يأخذوا رأي تاني يتنوروا من خلال الانترنت لحتى يصير عندهم صورة أدق وأشمال دكتور لما نحكي عن الجراحة العصبية هي الجراحة المرتبطة بالدماغ والعمود الفقري والأذيات الممكن تكون بهذه المساحة هي كتير كبيرة حتى منشوف للأسف كتير من الأطباء لما بيجيون حالة مرضية معينة بيتركوا الخيار الجراحي لآخر شيء وما كتير حتى هنون بينصحوا فيه فخلينا نحكي مع حضرتك عن أبرز الأخطاء الشائحة حول موضوع الجراحة العصبية أبرز الأخطاء الشائعة بين الناس أنه كل جراح عصبي ستؤدي إلى الشلل إن لم تؤدي إلى الشلل فهي ستؤدي إلى عدم النجاح هدول خطأين شائعين وأنا رح حارب شخصيا بكل قواية لحتى غيرها وعم حاول أشتغل وأنا لهذا السبب أنشأت من حوالي سنتين صفحتي الطبية على الفيسبوك لحتى حاول أني أرفع قدر إن كان مستوى الوعي الطبي بشرح للناس شو بيصير قبل العملية وأثناء العملية وبعد العملية نحنا كل معلومات من الشعب عن الجراحة العصبية هي اللي أنا ذكرتها بهالكلمتين إنه إما للشلل وأما ما في فائدة منها وهذا خطأ كبير الجراحة العصبية بتقدم خدمة يوميا لعشرات آلاف الناس على الأقل حول العالم من خلال العمليات الكثيرة اللي بتنعمل مثل كل العمليات في بعض من كل الجراحات أو الفروق الطبية مش بس الجراحة يعني في بعض الأحيان ممكن يصير فيه مثل ما حكينا نسب من عدم التحصن هذا غير إنه ممكن أحيانا الآلية تكون غير دقيقة هنا ممكن يكون المريض هو داخل أوردي على العملية وفي عنده ضعف عضلي أو في عنده مشاكل عصبية هو ما بيعرفها فبيعزيها للجراحة فيما بعد غير إنه المريض بكتير من أحيان ما بينتزم بنصائح الطبيب بخصوص إعادة التأهيل بخصوص الرياضة اليومية بخصوص تنزيل الوزن والتزام بنصائح الطبيب حاليا الجراحة العصبية بالـ 2022 مختلفة تماما عن سابقا صار عنا المجاهر الجراحية عالية الدقل بتخليك تشوفي بشكل 3D و Full HD كل شي عم بيصير أمامك صار في عنا أجهزة التنظير للتداخلات الجراحية قليلة الرد صار في عنا أجهزة الملاحة نفسها اللي بتستخدم الطيران لتعرف توصل من نقطة A للنقطة B نفسا إحنا بنستخدمها لحتى نوصل لهدفنا بالعمود الفقري وبالدماغ بأقل رد وبأقل خسائر طيب حكيم الشي اللي ذكرته التحديثات الجديدة ضمن 2022 فينا نحن نعتبره اليوم التطور جديد بعالم الجراحة العصبية والعمود الفقري أنا أكاد أجزم أن الجراحة العصبية تتطور بشكل شبه يومي في على مستوى العالم دراسات وأبحاث عم تنعمل يوميا لجمع أكبر كمية ممكنة من داتا تبع المرضى لحتى نشوف وين في خطأ هون وين في ضعف هون ونحاول نتدارك ونحاول نشتغل عليه ونحاول نطور لمساعدة الشركات والمصنعين أفضل أدوات وأكثر أدوات سلما وأمانا وتحقيقا لأفضل النتاج مثل ما ذكرت لحضرتك في عنا تعقيد عالي المستوى جدا بالجراحة العصبية ادخال الروبوت بجراحة العصاب لحتى ندخل البراغي أو المسامير أو اللوالب مثل ما بيسموهن بأفضل دقة ممكنة استخدام الملاحة العصبية خلى الوصول لعمق الدماغ من خلال جروح صغيرة وعدم أدية المناطق المحيطة فيها جراحة ممكنة وآمنة وتخلي المريض يشعر بعد العمل الجراحة بيوم أنه كأنه ما عمل جراحة حتى الأدوات اللي نحن بنستخدمها صارت من مواد أفضل صارت أرق وأسلم على النسيج الدماغي ولكتير كتير من التطورات اللي شديدة جراحة العصبية والأدوية حكيم اليوم فيش تطور بالأدوية؟ الأدوية العلاج الكيميائي والعلاج الشوعي صار مختلف تماما صارت عرضه الجانبية أقل صارنا عم نحكي عن علاجات شوعية بالقامة نايف أو بالمسرع الخطي اللي بتدخل مباشرة لعمق الدماغ للنقطة العميقة اللي نحن بحاجة أنه نستهدفها مش بالضرورة مثل سابقة أنه نحن نعطي جرعات عالية من الأشعة أو تشعية كامل للدماغ ونخلي كل الدماغ يتأثر فكل مجالات ونواحي الجراحة العصبية حقيقة نتطورت دكتور بدي أرجع نك ركز على نقطة مهمة ذكرتها حضرتك أنه الجراحة ممكن تسبب الشلال طيب من وين يجو هذا المعتقد الخاطئ عند الناشا شو سببه؟ وأيمة ممكن هي عن جدة تتأدي للشلال يعني لو سمح الله أكد لك أنه من النادر أنه أي جراحة عصبية تأدي للشلال التام ممكن يصير في بعض الضعف بعد العملية لما يكون فيه مثلا شوفي سيدتي نحن عم نشتغل بجراحة العصب أنت هدفك أنك تحرر العصب هذا الهدف النبيل بالنسبة لإلك أنه هذا الجزء البسيط من جسم الإنسان لازم يرجع حر معافة هون فيه كتير تعقيدات ممكن المجال ما يتسعى لذكره بس باختصار شديد ممكن المريض يتأخر كتير بالعمل الجراحي يصير فيه أذية مجهرية عن مستوى العصب تحرروا أنت أثناء العملية بس ما يستعيد المريض عافيته بالكامل ممكن المريض يتأخر كتير بإجراء العمل الجراحي لتحرير العصب وبالتالي صار فيه نوع من تكلس وتعظم للمنطقة وبالتالي تسليخ العصب عن البنى المجاورة صار ينطوي على الكثير من المخاطر لهيك نحن دوماً منخبر المريض أنه لا تتأخر بالعمل الجراحي ولا تروح باكراً أكيد المتابعة الطبية السليمة والروتينية مع الطبيب هي اللي بتخلي الطبيب يوضع الاستطباب الحقيقي لمتى وأين طيب دكتور خليني أسأل ممكن حضرتك ذكرت فيه تقنيات حديثة اليوم مجهرية ممكن يبين أنه قبل العملية فيه نسبة خطر قد تؤدي للشلال يعني هذا الشيء ممكن يكون واضح قبل العملية طبعاً طبعاً وممكن نخبر فيه الطبيب لازم عفواً المريض هذا لزام علينا قانونياً وأخلاقياً يعني إذا ما كان قانونياً على الأقل أخلاقياً لزام أنك أنت تخبر المريض ولازم يكون فيه ورقة تفويض عمل جراحي ولازم ينذكر فيها كل شيء بكل دول العالم فيه ورقة تفويض عمل جراحي بأي عملية بالمناسبة مش بس في الجراحة العصبية ولازم ينذكر أنه نحن فيه عندنا نسبة 2% 3% إلى ما هنالك قد يحصل عندك هيك قد يحصل عندك لا حتى تتدرج للأسف إلى الوفاة بالأخير هذا عمل جراحي فلهيك نحن دوماً مننصح بالتريل بإجراء العمل الجراحي وأخذ كل الخيارات المحافظة الممكن وإذا اقتضى الأمر حتى أخذ أكثر من رأيي لأنوار جداً اختلاف الآراء بالشراحة هذا ما نوع شيء يعزى لضعف أو تميز زميل على حساب زميل لا الآراء الطبية بس طبعاً المحترفة مو نأخذ رأيي أحد أفراد العائلة اللي ما بعرف شو عنده نظرية مستقعة مرأة بتجربة إحاقة أو جاروا مرأة بتجربة مش هو ياريت حتى ين ما هو هاي الفكرة دكتور دائماً الأراء اللي حوالينا بتأثر بشكل سلبي نتذكر وقت اللي يبلش التخدير القطني أدي سعر في مخاوف من الناس يعني الكل اللي إلاك ما تأخذه خوصاً بالقيصرية يعني عم يسبب الشلال عم يكون التخدير بنقطة كتير حساسة ضمن العامود الفقري فصارت العالم تخاف يعني النساء بشكل عام لليوم لليوم وأكبر دليل يصار بلقاح كورونا يعني الكرة الأرضية كلها ياتها خلصت من كورونا بفضل العلم العلم يلي أدى أنه نحن في عنا لقاح متل ما خلصنا من شلل الأطفال وكثير من الأمراض فهل هنا في ناس ممكن تجادلك بموضوع لقاح كورونا يمكن يوم كورونا شوي صدفة لعب الدورة حتصار في حالات وفات يعني بعد الجرعات ما صار في أبداً بالأولى يعني وقالوا كان عندهم شوية اختلاطات رؤوية من قبل سيدتي باعتقالي هي مجرد صدفة ما فيك أنت مجرد تبني لازم يكون إحنا مبني بالطب إلا على الأبحاث من المؤسسات رجعنا الأشعات والمخاوف حكيم خلينا ننتقل من الشقة الطبي لنروح للمبادرات الإنسانية اليوم عم تشتغلوا على المبادرة الإنسانية خبرنا عنا بشكل تفصيلي وشو أهميتها لليوم حقيقة أنا أطلق مؤخراً مبادرة للدعم الطبي للأطباء المقتربين أنا هدفي من هاي المبادرة أنه كل طبيب مقترب وما أكثرهم حول العالم وما يعني أقدرهم لأنه حقيقة أنا الطبيب السوري معروف عالمياً أنه إن لم يكن متفوق فهو على الأقل إنساني على الأقل مهني على الأقل محترب يعمل أنك أنت واجب ولزام عليك أنك تحاول تقدم قدر الإمكان شيء لبلدك من الناحية الطبية أنا ماني طالب منك أنك تجي تفتح مستشفى أو أنك تعمل استثمار ولكن أنت بزيارتك حاول تخصص جزء من وقتك لأهالي بلدك لأهالي منطقتك إذا على امتداد القطر كل طبيب نزل إجازة تخصص يومين فقط لأبناء مدينة ومنطقته فأنت فعلياً عندك كل القطر العربي السوري مغطع على مدار السيني من قبل الأطباء المقتربين نحن ملزمين أخلاقياً برد الدين لحي البلد من خلال هذا الموضوع المبادرة بدت الأسبوع الماضي وإن شاء الله مرح تتوقف وأنا بتمنى من كل الزملاء أنهم يعني يحذوا هذا الحذو وأنهم يشتغلوا فيها ويطوروها حتى نحن مرحب بكل الأفكار يلي بتساهم بهذا بنشر العلاج الطبي أو حتى على الأقل الدعم أو المعونة أو الاستشارات أو أي شيء ممكن يقدم خدمة لشعرنا كيف لقيت دكتور استجابة خلال هذا الأسبوع من مبادرة؟ استجابة مرعبة عظيمة حقيقة الناس متعطشة لهيك شي سيدتي طبعاً أنا دوماً برجع بعيد نفس الفكرة أنه البلد مليئة بالأطباء الزملاء الكفو الجديرين القديرين الرائعين حقيقة بس معلش بالمقابل كمان لسه في حاجة لسه في طلب لسه في حب للناس هذا حق للناس أن تعرف شو عم بيصير برة تطورات يعرفوا أنه في وضع معين فرض أنه ممكن ما يكون في هاي المتابعة الطبية الحثيثة المتتكون موجودة عنا هون فطبيعي جداً أنه الناس تطلب من التعرفت شو في برة شو عم بيصير الناس كتير رحبت بالفكرة كانت الأصداء إيجابي وصراحة أكتر بكتير من ما كنت تتوقع الحمد لله غمرتني الناس بحبه بدلتني الحب اللي أنا أطلقته أطلقته أطلقتهم إياه وبوعدهم أنه هي المبادرة رح تكون الأولى بس ما رح تكون لأخي حكيم شو العنوان العريض للمبادرة يعني شلحت أي تسمية أطلقت عليها اسم الدعم الطبي يعني أنه نحنا كأطباء واجبنا أنه ندعم البلد وندعم الناس طبيعي أحياناً جداً سيدتي مجرد رسالة واتس أب من شخص بده يسألك ما تتخيلي أنا شو لمست موضوع أنه الناس بحاجة لكلمة حلوة بس بحاجة لطمأنينة بحاجة لرأي بحاجة لأي استشارة طبعاً هذا الموضوع بيتدرج من يعني تواصلك مع الناس وأنت بالمغترب لا وصولك لهون ورأيتهم على أرض الواقع وفحصهم للكلام معهم لاستماع لإنهم وصولاً إلى إجراء العمليات الجراحية ضمن أي إمكانية معينة سواء من خلال الجهات الراعية أو من خلال خدرة المريض نفسه أو حتى إذا كان في نسمة من العمليات الجراحية المجانية فالحمد لله رب العالمي كانت مبادرة ناجحة كيف نتمنى لكل الاستمرار والتوفيق دكتور خلينا نرجع شوي هيك للعمليات الجراحية ونستفيد من وجود حضرتك نصائح اليوم ممكن نتواجهها لكل الأشخاص يلي ممكن يعني وضعون الصحة بيجبرون أنه أو بيضطروا يسوي عملية جراحية ولكن هنو خايفين اللي خايف أول شي لا يستمع للرأي غير الطبي وتاني شي ياخد أكتر من رأي الطبي طبيعي جداً مهما كان ثقته بطبيبه عالي ما بيضير أنه يكون في رأي الطبي لأنه متل ما ذكرت لحضرتك الاختلاف بجراحة العمود الفقري هذا اختلاف طبيعي في كل العالم مش عايب أنه يكون طبيب رأيه هيك وطبيب تاني رأيه هيك لذلك أنا بنصحه يبحث ويسأل ويشوف لحتى يوصل للطبيب اللي بيشعر أنه مقتدر بعمله وواثق من كلامه ويتابع طبعاً من خلال الانترنت يشوف شو في تطورات بالعالم شو في حالات مشابهة لحالاته يعمل النوع من تقاطع لهذه المعلومات ويحاول قدر الإمكان أنه يوصل بالأخير للرأي السديد حكيمة بنحكي اليوم على الاستشارات ضمن المبادرة وضمن تسمية الدعم الطبي وخبرتنا أنه كان في استجابة كتير حلوية تسويقياً يعني أو كيف سوقت للفكرة عن طريق السوشال ميديا والانترنت واليوم إذا هلأ رح نحكي شوي عن اليوم الدعم الشوخ قدم لك ضمن هاي الحالات لا واشي التسويق تم مش من خلال العالم الاختراضي تم من خلال العالم الحقيقي وأنا كتير كتير بتشكر كونه بتشكر الزملاء التلفزيون السوري كمان يلي كان إلنا شرف الاستضافة عندهم من ثلاثة أيام لأنه فعلياً هذا هو اللي بيبني الجسور ما بين المريض وما بين الطبيب حكماً متل ما تفضلت يا حضرتك السوشال ميديا حالياً هي العامل المتحكم الأول بالعالم صحيح وأنا لمست هذا الشيء مؤخراً بعد الحاح من زوجتي لأنه أنا مكنت حافظ أني أنا أدخل بهذا العالم هي لحة علية وبالفعل كان الحاح بمكانه وكان قرار صائب وسليم أنا يومياً باستقبل استشارات من كل يعني استشارات عن طريق النات عن طريق صفحتي على الفيسبوك واستشارات بشكل شخصي شكل مباشر هون بسوريا مبدئياً وهني محل ما بشتغل أنا بإمارات العربية حلت شون رح أرجع لهون أنا حاولت يعني أنا بدأت بمدينة جبلة وبانياس كانت الاستشارات فيها مجاني والحمد لله درنا نشوف حوالي 250 مريض ويعني بنتمنى نكون أنه رسمنا البسمة على وجهة حلو اليوم أنه مو بس بدمشق يعني عم تكون جوال المبادرة أنا كنت بجبلة وبانياس أنا من سكاني اللاذيقية وبالأساس أصلي من جبلة وبانياس فطبيعاً أنا يكون بالأساس أعطائي لأبناء منطقتك تماماً وانتقلت إلى دمشق محدة بيعرف رمضة زيارة وخارمة يكون بحمص بحلب المنطقة الشرطية بأي مكان إن شاء الله نتمنى هذه الأساس تستمر حكيم أستألك بس على موضوع إذا في حال يعني المريض كان بحاجة العملية نعم كونه نحنا اليوم عم نحكي بمبادرة إنسانية وباجتماع فريق طبي كامل في وضاع ما بيسمح اليوم أنه هو يعمل هيئة العملية عم نشوف شي مبادر اليوم بتسهم بنفقة هيئة العملية أو تعملوا دعوة لمستشفيات اليوم تقدم العملية على النفق الخاص صلى الله حكماً هذا الشي بدو يصير بالزيارات القادمة لأنه هلا متل ما تفضلتي هي كانت الزيارة الأولى اللي هي البداية بالزيارات القادمة رح يبلش يصير في الاختيارات الجراحية ومتل ما تفضلتي في حالات ممكن ما يكون في عند أمكاني فأكيد رح يصير في هون نقاش ما بين الطبيب وما بين المؤسسة الطبية وما بين الشركات اللي بتقدم العتاد الطبية فهون نحن إجباري بنا نحاول نلعب دور على الأقل من ناحيةنا نحن كأطباء أنه أنا ما عندي أبداً أي مشكلة على الإطلاق أنه أنا أقوم بالعمل الجراحي هذا مجاناً لأنه أنا بالأساس لا أعمل هنا أنا أعمل بالخارج وعندي أعملي الحمد لله رب العالمين فأنت لازم تقوم بشي مش بالضرورة أنا ما عم بطلبنا الأطباء أنه نكونوا يعني سوري عن كلمة قديسي فيك تشتغل أنت تحافظ على شغلك هون حتى ضمن زياراتك شغلك المهني ويكون فيه شغط خيري بس لازم ما ننسى أبداً العمل الخيري ونظل نفعله وننميه لحتى يصير نمط حياة خصوصاً بهذا الوقت حكيم؟ خصوصاً بهذا الوقت صحيح أصلاً مهم موضوع تبادل الخبرات مو بس نحن نقدم الاستشارة أيضاً بين دكاترا والأطباء الموجودين بالخارج والداخل سأسألك من ملاحظتك اليوم كيف تقنيات اليوم اللي شافة بما يخص جراحة العصاب متوفرة بسوريا ولا لا نحن نتيجة الحرب يلي عانينا منا فيه أمور تخوف اليوم المريض إنه من العلاج أو من الجراحة العصبية إجراء العمليات الجراحية ضمن البلد لا لا ليكي سوريا ما بيروح خيراً على الرغم من كل يلي صار لسه الحمد لله في مجاهر لسه في عدة جراحية جيدة لسه في أجهزة أشعة داخل العمليات قد يكون في بعض الأشياء غير موجودة بس هاي الأشياء مثل النظام الملاحة نظام الملاحة مش موجود حتى بأقل مستشبيات بالعالم الغربي وبالتالي عدم وجوده عنا مش معناها أنه نحن متأخرين على الأكس المشافي مجهزة الأطباء كفو والمريض ما لازم يخاف أكيد الكاتر الطبي السوري يعني كونه خارج سوريا عم يمثل بلده قدير مشوف ليهم أطباء سوريين ناشحين خارج سوريا هذا دليل أنه احنا عم جد عندنا كوادر ولكن بحاجة للدعم والإضاءة ربما ما بيجوز أحكي لكون أنا الطبيب سوري بس أنا ما ببالغ إذا قلت لحضرتك أنه كل الأطباء السوريين حرفياً متميزين بالخارج إن لم يكونوا متميزين رح يكونوا محبوبين إن لم يكونوا محبوبين رح يكونوا خدمين طبيب السوري حقيقةً عم بيكون خير سفير لبالغين إن شاء الله نشوفكم على طول بخير ونشوفكم دائماً متألقين شكراً بدي أتشكر حضورك لليوم الدكتور خلدون عثمان الاستشاري في جراحة العصاب والعمود الفقري والجراحة المجهرية من ألمانيا سعد صباحك ونورتنا أكيد أهلا وسهلا فيك دكتور وشكراً لوجودك معنا شكراً شكراً